وحى من الفكر والأدب والثقافة سيد المزياع والارتجال موسوعة متنقلة أفرح القلوب فكان عالماً في إعلامي ابن مشغرة جارة القمر ترق باب الإزاعة اللبنانية من خلال برامج عدة فاستطاع اختراق قلوب الجماهير من شهرته الإزاعية صوته وسامته وخفة ظله انتقل إلى الشاشة الصغيرة ليصبح سيد البرامج التي تنوعت بين حوارية مع كبار المثقفين والفنانين وبرامج الألعاب الترفيهية التي كان سباقاً إليها من تلفزيون لبنان إلى شاشات لبنانية أخرى كتب يوماً لن أعيش طويلاً سأنتهي كما تنتهي الزهرة وبالفعل ما زال عطره فواحاً ترك لنا أريجه تحية من بياف لروح الكبير رياض شرارة تعلمنا بالحرب عادية كتير حسنين إحنا كرجال يعني اضطرين أتصوروا إعدين 8 سنوات في الملجأ إعدين رجال مع مرده وولاده والطفول البريئة وفوق منه نحميته بالإضافة بقى إلى بنت الجيران الجارة إلى آخره كل هالأمور هايدي يعدين بالملجأ وبرأ أصف وأقدم آلي موسيقية مؤرخة كمان دانيال سنة 1900 هاكين تلما رحوا بيا كان يزمر للماما فيها بيا كان يزمر لأمك لا من هيك حتى تجوز لو ما زمرنا ما تجوز بس أنا أفتش على حتى أزمرنا بس هلأ زمورك ما بقى ينفع صاري أصطش تقبري بدعي إلى المسرح لتكريم أيضا نجمي من لبنان وبدعي الصوفي فخري والكاتب الفلسطيني العالمي وأنا رح قال له لبناني لأنه هواه وحبه وولادته كانت بلبنان شاكر خزعال مساء الخير شاكر مساء الخير سوفي نورت بيروت شكرا أنا أحب بيروت أدعى بالنا ناس مثلك بلبنان أنا أحب لبنان وأنا جميل أن يكون هناك وأن أشعر بكل أحد الشخصية التي نقدمها اليوم شخصية أنا لا أعرفها شخصيا بس بحبها ودايما عم رائبة من بعيد لأنها لبنانية ومش بس لبنانية لبنانية قوية من بعد ما كل شيء مرأت فيه تحدد صعاب ورجعت حبابتنا بحالة أكتر محاورة مشاغبة وأكتر من هيك شاكر رح يحكي عنا قبل ما قدم حبيبة قلبي بديوزه تحية للطولة اللي قاعد عليها لأن عليها مريضة الحلانة ودانة الحلانة أنا كميل أبي قليل أنا كميل شكرا شكرا شخصية أنا فضلك وصلته لكل بيت بالوطن العربي هي حبيبة قلبي أنا one of her biggest fans هي القوية هي بتشبه بيروت هي المناضلة هي ريتا حرب موسيقى 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 موسيقى